يجب أن يساعدون 4% يتمحور حول صفقات تجارية لعمل كبرى الشركات الأمريكية في قطاعات مختلفة بالعراق فهران ترى أن وراء تلك الزيارتين ما يتعلق بنفوذها في العراق فترسل وزير خارجيتها محمد جوال ضريف إلى بغداد على رئيس وفد سياسي واقتصادي لمناقشة قضايا اقتصادية خصها وسائل إعلام سربت أنباء تفيد بأن واشنطن طالبت من عبد المهدي تجميد وسحب سلاح 67 فصيلا من ميليشيات الحشد عبد المهدي ينفي تلك الأنباء ويؤكد عدم صحتها الحديث عن التوجه الأمريكي بمحاربة النفوذ الإيراني بالمنطقة ومن ضمنها العراق ليس بالأمر الجديد توجه مفترض منذ عهد إدارة باراك أوباما واشتدت وطيرة الحديث عنه مع تسلم ترامب مقاليد السلطة ومع ذلك كله يشهد العراق تزايدا لنفوذ الإيراني حيث أصبحت ميليشيا الحشد التابعة لإيران القوة الضاربة عسكريا منذ عام 2014 وذلك بفضل الدعم الأمريكي المباشر لتلك الميليشيات بل إن واشنطن تخلت عن حلفائها في كردستان العراق لصالح ميليشيا الحشد أثناء الصراع على مدينة كاركوك من الناحية الاقتصادية شهد العراق هيمنة إيرانية وصلت ضروتها في العامين المنصرمين وأدت تلك الهيمنة إلى انحدار الواقع المعيشي في العراق إلى مستوى الهاوية ما أشعل تظاهرات شعبية غاضبة في وجه النفوذ الإيراني فيما أخذت واشنطن دور المتفرج تغير في الاستراتيجية الأمريكية في العراق لا يتعد حدود الخطاب السياسي دون وقائع تثبته على الأرض لكن احتمال حصوله وقعيا يبقى في إطار صراع النفوذ على بلد فتحت بوابته واشنطن فدخلت منها طهران لتكمل طريقها إلى تحقيق حلم بروطوريتها التوسعية بروطوريتها